تجريبتك البرلمانية كنت أول ممثل ممثل في النهار المغربي يدخل للقبة البرلمان وهذه تركت الصدى الحسن خصوصا في الأوساط الثقافية والأوساط الفنية مجرد مسألة تجريبتك البرلمانية غبرتي على ما هو سياسي يا أخي ياسين وش هي كانت تجريبة مؤقتة ولا ستجريبة بغيتي تجربة ولا كانت بزاف الناس كي طرحوا هات السؤال وكأنه تعلاقته بالحزب واش سالات مجرد ما سالات المدة الحضور دياله في البرلمان هي عند علاقة خيشة بوحد القضية أنا مغيش يمتهن السياسة نرجع السياسة هي النشاط الرسمي ديالي في الحياة أنا كن أم بأن الحياة تجارب وبحكم أن السياسة ماشي من هنا كان من واحد المهام أنا جاءتني دوروف تاريخية لخلتني أن أول فنان أو أول ممثل كي يدخل لقبة البرلمان سنة 2011 ودخلت بحكم أنني يسان متعلم وهذا ما بقيت شاك نشاهد في الحيوط لا تشاهد تقانون الداخلي لا تشاهد نعمال قرية كتوب مراجعة تشريع وعرفت أن من المهام اللي كان نائب برلماني هو تشريع الرقابة لم يكن شيء مهام مخرى وديبلوماسي لم يكن شيء مهام مخرى لم يكن شيء غلطة زرفة الطريق ولا غلطة النائب برلماني اللي هدف هو تشريع كي تشاهد شيء مشكلة كي شخصك يقدم مقترح تشريعي نعم ما تشاهد نعمال تنتينا في إطار المجال أنا في المجال التخصص كنت كنت أعرف في الفلاحة كنت أعرف قانون في الفلاحة نعم كنت أعرف في قناة الترك أنا كان فهم في الفن بحكم أني مجرب ودارس للفن وممارس فيه قدرت مقترح قانون اللي بحقها تاريخي يعني شهادة دي الجميع شهادة دي القوى السياسية وتم تصويت من جميع الأطياف تل معارضة صوتت عليه مهم كان بتنسيق مع النقابات اللي كان هنا في المغرب وده بالآن هو خارطة طريق دي الإصلاح المجال الفني لحي تساعد يعني حتى الوزير اللي سابق خدم عليه يشتغل على بشي خرج نصوص تنظيمية الوزير حالي تهوي يشتغل على بعض نصوص تنظيمية ذا الرعاية الاجتماعية إلى آخره كارتة البطاقة تفنان رجعت عنده حلاتي برقب كانت غير معنا بفضل هذا القانون رجعت عند الحق تخفيضات في القطار امتيازات في الفيزا إلى آخر مجموعة من الأشياء ولو أنني أتأسف تعثر هذه البطاقة لأنها خرجت واحد ترانش والترانش أخرى بقي ما خرجوا شيء وفنانين كبار ما حصلوا شيء قبل ما تخراج وقعت تعديل وزاري والوزارة الثقافة ما بقعت وزارة الثقافة ووزارة التصال ما بقعت شيء منيكتي وزارة الثقافة والاتصال يمكن تكون هذه هي اللي ممكن تكون في البطاقات الفنان ولا خصصة يكونوا وزارة فأنتمنى أن تدرك هذه المشكلة لبطاق الفنان لأنك كنت فناني بزاف بقي ما محددوش هذا قدمت قانون كيف نجولك السؤال دانس في البرلمان أديت المهمة ديالي خرجت ورجعت من المهنة ديالي اللي مهنة الفنان بقي عندك علاقة بالحزب اللي دخلت الغمر انتخبت شريعية في 2011 بإسمه ولا بصراحة لا بصراحة علاقة مشي تنظيمية علاقة إنسانية نعم عندي علاقة إنسانية مع المسؤولين للحزب